اشتركوا في القناة واهلا وسهلا فيك يا خلدون قرب لهون روح يا حاجب وحاول تقوم بالواجب أمرك مولانا اخ 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 أمر مولانا يا خلدون يا خلدون دائت اخلاقي بين أربع حيطون بين أربع حيطان ولها السبب قرت لحالي ليش ما بطلع أنا وياك ومن تصيّط غزلان أنا بالأمر مولانا وإمتى بتحب وتمشو هلأ ما بدا وقف المسألة هلأ ايه هلأ شبك رفعت حواشبك وتهدل وشواربك وكأنه الطلب معاجبك أعوذ بالله يا مولانا شو معاجبني بس يعني قصدي أنا وإذا ما لك حابب ترافقني اتنمحي ميت واحد غيرك بيتمنى هالشرف استغفروا الله يا مولانا لا تسيقوا فهمي رغبتكم بالنسبة إلي أمر بس إذا سمحتولي بعد إذنكم يعني لازم روح خبر مرتي وارجع ومش عن شيء بس حتى ما يغلي قلب علي ومعلومكن رحلة الصيد بجوز تاخد معنا ثلث أربعة أيام ولا يهمك أنا ببعث لك من يخبرها ويطمنها كتر خيركن سيدي بس لا يكون بدك تاخد إذنها يا ضرصان بالضبط سيدي معلومك هي أم المؤمنين وإذا ما رضيت علينا بتساوي حياتنا طين هلأ أنت رجال ولا ملك رجال؟ رجال سيدي رجال الرجال أمره من رأسه يا أخي مو من رأس النسوان سيدي إذا بتريدوا صف مع جنب ولا تكتر حكي يا خلدون مولانا كلها شاغلة نص ساعة زمان وما بظن إنه مرتي تمانع وخاصة أني رايح مع جنبكون صف مع جنب عمقلك ولا تكبر المسألة قبل ما أعمل لك نقف الدين بهدلة تسوي حياتك روح روح تلق أحجم بمراتك بركي بتجيب لك آخرتك حاضر مولانا أمرك يا حاشب أمرك مولاي جهزتوني موكب الصيد موكب جاهز مولاي بعثلي وراء صاحب الديوان صاحب الديوان عمينتظر مولانا كلي يدخل سلام تعظيم مولانا أهلي النظيم سمع أنا رايح بعد شوي على الصيد وحابب شرفك بمرافقتي بقى شو قلت ليش أنا إلي رأي بعد جنابكم ما أمرتو عظيم جداً كتير منيح أصبح لأقوم غير تيابي وإلبس شروال لأنه بصراحة كالسوني عم يدايقني وكابس على نفسي بينما الشروال فضفاض بريح المسائل والغراض أما هلأ حاسس كأني لابس حفاض بس يا مولانا في طلب صغير إلي من بعد أذنكم شو هو أولاً بشكركم على هالشرف الكبير اللي منحتوني بس بس شو بس الحقيقة طلبكم فاجأني ولها السبب يا ريت تعفوني من هالمهمة اعفيك شو السبب بقى هو في سبب سيدي مو ما فيه ما اختلفنا فيه سبب بس شو هو سيدي مرتي مريضة وما بتصور تغفر لي غيابي عنها وهي بيالحالي وشو مرضة بقى داهمها الطاعون ولا صابها الفالج أعوذ بالله من غضب الله ألف لا بأس عليها سيدي ألف لا بأس عليها لكن شو بها الخانوم سيدي فزت الصبح راسع مجعها وشي متل سيخ النار بشبينة عمل ساعها يعني بدك تروح تاخد أذنها هي سيدي الله يخليك جنابك صاحب لأصول وهيك لأصول بيقول لك شو صايركم يا أهل الشام وليش هيك حطينا واطية للنسوان يخرب بيت قلبكم على هالقصة أنا يالي بفهمه إن الرجال هن القوامون مو هن إن خوافون سيدي مسألة مو مسألة خوف المسألة مسألة تقدير مو أكتر أنا وتقدير هذا هلأ ما عدت تعرف تدبر راسك من هاليومين ثلاثة لأ وخاصة إنك رايح مع الوالي مو رايح على اسطنبول تعمل رزالي سيدي الله يخليك أنا بأمرك بس منين بأمري أنت مو بأمري منوب أنت بأمر الخانوم المصعون لك ليش لحقني عالدعسي ليش لحقني روح روح من قدامي نقلع موشي سقطها من عيني كما تسقط نمشي المعيني من على الشجرة روح أمرك مولانا أمرك الله معك مع السلامة وينك ركود عالبيت ركدها لا تلتهي عالطريق ولا تنسى تنقع للخانوم رجليا بالمي والملح وتعمل لهم الساج ظهر وعصر وصبح أمرك مولانا أمرك أمرك وإلا جناب الوالي بيقلك سلامة راسك يا دل لعا ريت الوجه على راسهم تأبري عظامي أمرك مولانا أمرك أمرك يا حاجب أمرك مولاي مين في برا؟ قالت شفة مولانا خليه يدخل فورا أمرك مولاي السلام عليكم مولانا جمال يا جمال شلونك عيني شلونك داعي لكم بطول عمر سيدي شو مخلي علشفونك عفوان سيدي شو أخبار اللصوص والمحتالين خافين كتير يا سيدي خافين كتير والسجن صار لازم نقليه بمدرسة لأنه تقريبا صار فاضي وما عد إجاني لصوص ما عند القاضي على هاللون رح تصفى بدا شغل كله بفضل حكمتك الرشيدة يا مولانا اسمع حلاء وبلل لعب الألفاز وحاجة تعمل بهلوانيات بالكلام متل يلي عم يلعب جنباز أمرو سيدي أمرو ما دامت المدينة عم تنعب بالأمن والاستقرار متل ما تفضلت جنابك بقى شو رأيك ترافقني برحلة صيد لمدة ثلاثة أربعة تيام منه منشم الهواء ومنه منلعب الرياضة سوا شلون سيدي شلون ثلاثة تيام إذا بدك منساويا أسبوع يعني على هوى البسط إذا انبسطنا من مدد وإذا شفنا حالنا مرتاحين من جدد كتر الله خيركم سيدي على الاستفقادة يعني بس الحقيقة بهالروحات ما جريت العادة و ما فهمت فهمني يعني يا سيدي أنا إلي شرف بالسياحة معك بس المصيبة مرتي بالبيت شو بها مرتك بالبيت كمان يعني معلومكم سيدي أفكاة خانوم مرتي أخدتني عن حب كتير وما بتقدر على بعدي دقيقة انت ولا هي بصراحة نيناتنا والأصعب من هيك أفكاة خانوم مرتي بتخاف علي كتير ولما بطلع برات البيت بتقرى المنجيات السبعة حتى أرجع بالسلامة وما بظن تسمح لي بهيك رحلات ولو كانت الرحلة معي شخصيا سيدي لأنه معكم بتخاف أكتر لأنه جنابكم معرضين للخطر أكتر مني والإنسان ما له صاحب إلا وقوله ميت عدو هيك لكان يا عبي الشوم أفكاة خانوم بتخاف عليك من عشر تي لا العفو سيدنا مو هيك بس بالعكس يا جمال أنا موكي بي حصين وحراسي كتير كتير طالما هيك وأحسب ما عم نجتهد على كيفنا تسمحوا لي إسألة وأرجع وما ضعت قيد بتخيبني ولك شو أصر لكم يا أهل المدينة وشو أصدكم مع نسوانكم إذا بدكم تسعلوا بتاخدوا إذن من نسوانكم وإذا بدكم تضحكوا بتاخدوا إذن من نسوانكم يمكن إذا بدكم تبوتوا تاخدوا إذن من نسوانكم السيدي احترام المرأة واجي لا 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 هذا مو احترام هذا اسمه هذا اسمه تكفير عن الزنب وبزر رماد بالعيون يعني أنتوا عم تحاولوا تكونوا مطيعين وأوادم ومثل الأملة المفروقة قدام نسوانكم بالأمور لصغيرة وبز أنا يا مولانا طبعا أنت فكرك ما وصلني خبر أنك رحت مع وصيفتنا توركان وخيمتوا عشر تيام بسكندرون وإنتوا عم تنهلوا اللزات المحرمة ومليس لكم الخبر مولانا ولك حل عن سمانة وروح وطحاك على نسوانك مو على الحانة سيدي الحاق معك رحلة الوالي شريفة مو مترحلة الوصيفة دخيلك يا مولانا دخيلك أعقن جيبوا سيري الأفكات روح منوشي روح وطحاك على عائل مرتك أي أخر ببيتك منيح منها يلي هاطمتك العمار القصة معقول تكون أمور الشام بأيدي نسوانا يا عيب على شاربنا ويا حيف على الحانة يا حاجب عمرك مولانا جهز لي حصانين بدي روح أنا وإياكم مشوار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قسما بالله قسما بالله هلأ خطرتوا ببالي إيش لونك عيني إيش لونة منيح مولانا شو مخلي على شفونا ولا شي مولانا أنا رضيان عنك كتير وإذا راح تلبي لي هالخدمة راح أرضى عنك أكتاك أنتوا أنتوا ما بتطلبوا مولانا أنتوا بتأمروا أمر هذا عشمي فيك يا طيب أنت بتعرف تصطاد لك مولانا لك أنا روح قلبي الصيد بري بحري جوي ما بتفري المهم أني اضرب فشك وعلق طعم للسمك براوو عليك براوو باينتك رفيق للرحل جيد سيدي العبد بيطلع للسيد براوو عليك براوو يعني بفهم من كلامك أنه ما عندك مانع وترافقني عم تحكو جد مولانا بعلم أنا يا خلق ولا بحلم يعني معقولة مولانا يحسبني زلمة بين الزلم قسما بالله ما ليم سدي عيوني كأني عم أحضر فيلم إيه سكر تمك لكانه أمشي معي شو مستني لكن مولانا لو سمحته بقدر غيب دقيقتين وإرجاع بيتي قريب ما بعتقد أكتر من دقيقتين رح غيب وليش بدك تغيب يا ضرسان لأني بدي شاور المرأة ومعلومكم مولانا حاكم الأمر والشور من ديوان الداخلية خليك بمطرحك ولا تروح لمطرح ليش لا سمح الله مولانا لا خلاص خلاص غضينا النظر عن الموضوع خلاص خلاص لك يا عالم يا بشر يا ناس يا أمم يا أنام يا قبائل يا مدائل يا قرى يا نواحي يا ضواحي إنه ما في بالشام رجال واحد ما بيشاور مرتو السلام عليكم لا مرحباً يا أمم ما هيك عيني؟ ما هيك عيني؟ أهلا وسهلا يا مولاي يا عليم الله شرفتنا وجبرت خاطرنا بزيارتك كيفك يا طيوب؟ والله الحمد لله بألف خير يا مولاي وشلون جنينتنا؟ ما شاء الله حولة بتاخد العقل براوو براوو عليك إيه لكل الديب؟ خسديب وميت خسا يا مولاي بدي منك خدمة صغيرة أنا رايح أصطاد وبيدي منك تصحبني جنابك بتقلمه باللحظة والتوم بنفذ يعني موافق أنت؟ موافق سيدي وجاهز فوراً ركضاً أو ركوباً أو سيراً وبتمنى يا سيدي تتنازل وتاخدوني لأني سيدي أنا بالسيارين مع عشراني ودود براوو عليك براوو كثير حلو هالكلام وأنت الانطلاق يا مولانا؟ بتتو اللحظة يا عظيم خير البري عاجلو فضل فضل يا مولانا تعال ما بدك تشاور مرتك من الأول؟ عفواً مولانا ليش؟ مين الرجال أنا ولا هي؟ أصدي بجوز يكون عم يدور ببالك أنك تروح وتخبرها أنك رايحة تصيد معي لا مولانا أنا هالشي عمره ما صار معي المرأة لازم تقعد بالبيت وتنطر رجالة لحتى يرجع وغير هالتصرف مع النسوان ما بينفع بس بجوز رحلتنا تطولش يومين ثلاثة ها؟ وإن شاء الله يكونوا عشرة يا مولاي بالعكس كل ما طولنا أكتر كل ما كان صيدنا أوفر وانبسطنا أكتر بس بجوز مرتك تقلق عليك يا رجال ما عليك سيدي خليه تقلق بالعكس كل ما قلقت أكتر كل ما كانت حرارة اللقاء أقوى وفهمكم كفاية يا سيدي أنا جاهز للانطلاق براوه عليك براوه بارك الله فيك بيينتك شهمه أبضاي الله يطول بعمرك يا مولاي إيه سيدي أنا عندي حصانين اختار أنت واحد وترك للتاني إلي معقول يا الحكي يا مولاي العين ما بتعلق عن الحاجب معقول الإجير يختار قبل معلمه معقول التلميذ يختار قبل استاذه وشوها المسخرة هاي معليش ولا يهمك أنا انبسطت من صدق كلامك وحرارة لقاءك ومشان هيكي أنا عم خيرك مكافأة إليك على رجولتك هنت رجال رجال هنت بقى قللي أنا حصان بدك الأشقر ولا الأسود شو بك يا رجل قلتلك اختر لك شي حصان المشك لي سيدي أنا بحب اللونين الأشقر والأسود ما بعرف أي واحد بدي أختار سيدي اختار وخلينا نمشي مولاي بتسمحلي بشغلة شو هي بيتنا قريب يا مولاي اي وشو المعنى يعني مولاي بتسمحلي روح البيت بس لحتى أسأل مرتي أي لون بدي أخي السلام عليكم أهلا أهلا يا مولاي خير شو فيه في عندكم ضيف ضيف أجنبي يا مولاي من هو رسول من بلاد الفريج من الملك شارلومان خلي يدخل فليدخل سلام ملك العفرم شارلومان إلى جناب والي الشام خسر دقمان أهلا وسهلا ومرحبا تعال تعال عود مشقيتي يا أهلين وسهلين ومرحبتين بي هالآمي وبي هالعين شو أخبار مولاك؟ بروك مولانا ترودوس داعي جنابكم لزيارة روما الشهر الزمان ايمتا؟ حالا يا مولاي لأنه احتفال تأسيس الامبراطورية بعد أسبوع ودوبنا نسافر بنهلك إلنا الشرف بس شهر؟ نعم مولانا شهر؟ مشكلة وين المشكلة مولانا؟ القصة أنه مرت يصر لها مسافرة شهر سياحة لمرمرة وعم تتسوى اتياب من أنقرة ويمكن بدها شهر لترجع ترجع بالسلامة يا مولانا وين المشكلة؟ المشكلة شلون بد يروح بدون ما أخذ رأيها مو مناسبة بتلاقيها مناسبة أنت؟ ليش عم تطلع فيي؟ كما تكونوا يولى عليكم تفضل أي والله هيسا مهديات إيه؟ جب لك حليب مع الشاي؟ لا قطعك بتفور كافية طيب شو وينو شادي؟ عم يفرشي سنانو طول بالسهرة شو القصة؟ ما في برعادة يتأخر بالسهرة له الوقت يا سيدي صلو ساعة حايس بدو يحكي معك بس ما له مسترجي خير؟ شبه؟ ما بعرف بس مبين إنو في بتمو حكي مع ما يقل لي بخصوص شو؟ ما بعرف يعني متدايق من شي؟ مثلا حدا زعجوا بالمدرسة؟ لا لا ما بتصور لأنه لو كان حدا زعجوا بالمدرسة كان حكم للنهار وشادي متل ما بتعرف ما بيخبي عني شي؟ طيب بسيطة هلا بسألك هو بيني وبينك يمكن أنا عرف الطرف الموضوع شو هو؟ قال يا سيدي بدو غرفة ينام فيها لحاله لأنو عم يتدايق من بك أخوه صغير طول الليل تصوح على خير؟ تعالي إلا بابا تعالي عاوزك شوي نعم بابا بدي أحكي معا كم كلمة تفضل عندي شوي ايه شادي؟ انت بدك تقللي شي قبل ما تنام؟ عندك وقت تسمعني ولا بدك تقرأ بكتابك؟ لا ولا يهمك عندي وقت احكيلي بدك يا عم بسمعك بابا أنا كبير ولا صغير؟ ها 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 شوف إذا بدك تحلق دقنك مثلي فلساتك صغير وإذا بدك ترضع حليب الببرونة فأنت كبير ليش هيك عم تحكي معه مأمون؟ خجلته لشادي يا طمامتي أعرف شو بيقصد بالصغير والكبير؟ على كل حال هاد لشوف يا شادي شو طلبك انت بابا؟ بصراحة بابا أنا عم بدايق بالنومة معك فادي ليش بقى؟ انت عم تنام بتاخد؟ وهو بتاخد؟ شو يلي مدايقك؟ صحيح بس فادي بيبكي كتير فيقلي بالليل صحيح؟ الحق معك بس ظاهر نومة خفيف انت طيب غير البكة تبع فادي في شي مدايقك كمان؟ ايه؟ شو هو؟ خاف تزعل ماما لا تقدرني احكي ما بزعل حلفي بي الله؟ بدون حلفان احكي حبيبي ما بزعل ليش الشغلة متعلقة بامك؟ مو متعلقة بامي متعلقة بامي متعلقة بماكينة الخياطة تبعها خير شبها ماكينة خياطتي؟ صاطقه كتير وانتي ما بيحلية تخيطة عليها اللي ما بكون نايم الحق معه يا بارعة الحق معه يعني واحد نايم وعم يدوي فوق راسه موتور مكينة خياطة افعلا شغلة مزعجة؟ بقى الله يرضى عليكي هيا عم فهمك ها؟ ابتنقلي ماكينة خياطك بكرة غير قوضة فهماني شو عم قلك؟ هذا شادي عزيز علي كتير وما بيهون علي أبدا ينزعيش أما بالنسبة للفادي فعمري جهدك ما يبكي أبدا عجبك هيك بابا؟ شو بابا؟ شايفك كأنك مرت مبسوط بهالحل؟ قول ماما إذا في شي بدك تقوله قول لا تستحي بابا كل رفادي اللي بعمري عندنا أوضة لحالهم إلا أنا ها 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 هلا فهمت عليك يعني بدك أوضة لحالك ليش لا؟ ما صرت كبير أنا بلا بابا انت كبير بعدها الأوضة اللي عنام فيها كل غراط وفيها خزايا وطاولات واللفايا لما بتتنام عنا بتنام عندي فيها يا ماما ما فتحت لي الموضوع هداك اليوم مقتنعت؟ صحيح بس ما عم برتاح تكرم عينك هلا أنت قوم نام بابا وإن شاء الله ما بيصير إلك الخير قوم نام بابا قوم بس ما تضحكوا علي؟ لا حبيبي لا تخاف طالما أبوك وعدك أكيد رح يوفي بي وعده طيب دي إسألك يا شادي منين بدنا ندبر أوضة تنام فيها؟ يعني بتعرف أنت بيتنا صغير وما فيه واضي زيادة؟ نعم بالأوضة اللي فوق بس هالأوضة فيها كركيب كتيرة بسيطة شو الشغلة بيعوا الكركيب تكرم عينك قوم حبيبي قوم هلأ نام بتختك وبكرة من لاقي لك حل تشبه حالي خير وإنت منهله بابا؟ إيجي غطيك حبيبي؟ لا لا بتغطى لحالي شايف ما أخبسه؟ بصر له شهرين عم يزن بإدني حتى أفتح الموضوع قدامه بس والله لساته صغير شلو مدي حطه بالأوضة لحاله فوق؟ يا سيدي ما فيه خسارة من جرق طيب والكركيب وهم دي روح فيها؟ ولا يهمت برفعها عسقيفة وقيل لك علي إفرش له إياها وساوي له إياها أحلى أوضة والله يبضحك الشهرين يعني بده يعمل حاله رجال به الزور برلبي معنا مثل ما عم قللك يا ويداد أبوه معا ما يرضى؟ ليش لحتى ما يرضى؟ يعني إذا الولد حبيبي ينفصل بغرفة لحاله إنتوا ليش لحتى تعندوا؟ ما بعرف أبو إله رأي تاني حاجة بقى بلا رأي تاني بلا تالي إذا انفصل الولد بغرفة لحاله بصير يعتمد على نفسه وبتقوى شخصيته وبشعر بأهميته تصدقيني يا بارعة ابني لوئي من وقت ما ولد لحتى صار عمره هالعمر عايش بغرفته يلي خصصنا له إياها؟ وقدي صار عمره هلأ؟ فات بالواحد وعشرين لأ أنت شوفي غرفته ما أحلاها الله وكيلك من وقت ما كان قد ابنك شادي كان يضب تخته لحاله ويمسح الغبرة ويليف البلور وما حدا علمه؟ هيك هو لحاله بيحب النظافة والترتيب وبيجن جنانه إذا حدفت لقوته ولعب له بغراضه؟ بجوز أنت فصلتوا عن البنات لأنه عندك بنتين صبايا الله يسلم لك ياهو ليك هو التانية على هالحكي؟ يعني معقولة نفسه عن البنات وهو لساته باللفلوفة؟ بعدين تعي زورينا أنت مرة وفوتي لقوته والله والله روايح النظافة ومعطر الجوية اللي بيرشه بالقوضة بتفتح النفس وأبو ذات نفسه ما بيحلاله نومت بعض الظهور إلا بغرفة له أي؟ ما بعرف يا ويدات كل واحد إله رأي وإله عقل ولك ماما ليش أنت عنيد ما بعرف؟ مالي عنيد بس ليش عم تضحك علي؟ هلأ نحن عم نضحك عليه؟ طبعاً لأنه كل يوم تقلولي أننا نخصص لغرفة لحالك ما قدت تنفو بعدكم؟ شادي هحساب أنت فهيم شو صر لك؟ عود ماما عود ماما حبيبي أنت لساتك صغير صغير كثير إيه أبوك اللي هو أبوك عاش وتجوّز وما حلم مجرد حلم أنه يكون إله غرفة لحاله حتى لما تجوّز أنا عم نام معه وقنفس القوضة وليه وليش عم تضايقه؟ هلأ أنا اللي عم تضايقه؟ طيب ماشي الحال يلا قوم نام هلأ قوم حبيبي صباح على خير صباح على خير موسى الخير بابا؟ موسى الخيرات شو؟ رايحتنا؟ طيب ما علي الشي موسى الخير موسى الخير قبل ما ينام بدي يورجي على شغلة مهمة كتير تسمح لي؟ هاتي ذاك الشو تعال حاعملش موسى الخير بابا فتحي عيونك ومين الغرفة بابا؟ أكيد مو إلي عجلتك الغرفة شادي؟ يا الله ما أحلاها ما نفسد عيوني؟ هاي من اليوم ورايح غرفتك المستقلة شو رأيك بابا؟ صحيح بابا؟ شو رأيك فتخت شادي؟ اي حلو كتير 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 يا تر هذا زوء بابا؟ لا هذا زوء بابا بس أنا اشتريتلك كل هالألعاب يا الله ما أحلى هالسعدان ما نظره بضحك شوف بابا مو حلو؟ فعلا حلو كتير كتير وشوف بابا؟ شوف هالأخزانة؟ هاي حطينا لك كل أوعيك وكركيبك فيها هالفطول إلي كمان بابا؟ كل شي بها القوضة إلك يلا حبيبي روح بوسئة بابا وقول له الله يخلي لنا ياك شكرا بابا شكرا الله يخلي لنا ياك تسلم يا حبيب قلبي تسلم يا شادي انت بتستاهل ليش بيستاهل شادي؟ لأنه أولا مشتهد وحباب وبيسمع كلمة أمه ولهالسبب ما في شي بيغل عليك انت بدينا بيقوطي هلا اعتباره من هالليلة شو رأيك؟ ما عندي وارع موافق طيب نحنا هلا رح نقلك تسمع على خير متعشي انت؟ ايه متعشي وعين الله حوله وقبل ما تجي انت بشوي كان فاية تينام عظيم لك الهلا اتصطح حتى قلك تسمع على خير وبكرا بتقلي انطباعك عن نومتك في هالقوضة ماشي؟ ماشي يلا حبيبي تسمع على خير حبيبي تسمع على خير وانتم من أهلو تسمع على خير باي موسيقى 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 شوفت قديش في الحشاد ايه قبر قلدي يعني تلاقيه من كل العالم بهالقوضة فعلا واكيد بكرا رح ينشر الخبر من رفقاته كله اياته تعرف بس بلشت استوحشته من هلا مالي متعودة انه ينام بعيد عني طيب موهك بده نحنا لبينا طلبه موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة